بنقول ناصر ماهر هو خليفة عبدالله السعيد لأن المركز ده إحنا يعني منتنشأ كده على شوية لعبة زي ناصر ماهر معندناش في المركز ده كم صالح جمعك ناصر ماهر عبدالله السعيد يعني هتعدهم على صواب عك فما يبقى معانا لعيب بهذه القيمة أعتقد دي حاجة كويسة جدا وأنا مبسوط بالحوار مع ناصر هدوء واتزان وعقلية أنا معجب بيها فدائما كنا بنقول هو خليفة عبدالله السعيد وحتى في المقارنات كنا نقول ناصر ماهر عبدالله السعيد يشاء القدر إن عبدالله السعيد يبقى موجود مع ناصر ماهر في فرقة واحدة وفي وقت واحد وفي سكواد واحد فده بيعني لك إيه هقولك على حاجة أه وأنا ماشي من النادي الآلي أنا ما كنتش أروح في يوتشر كان ساعتها كان فيه مفاوضات مع ناصر بيرمت وهم كانوا يعني ضغطين جامد إن أنا كنت موجود وأنا خلاص كنت أخد قرار إن أنا همشي فكنت حابب إن أنا بموجود معه في بيرمت أه أتقل لي بالحرف مش هتلعب إنتها عبدالله واحد في كلها يلعب لأ أتقل لي مش هتلعب إنتها عبدالله في فريق واحد فمفهمتش ليه يعني فراح لقيت يعني الشخص يعني قال لي يعني مش هينفع لقيت نين إمكانياتهم جامده هو كده كده ده المنافس بتاعه فأكيد مش هروح أقوّل المنافس فقلت له تب ما أنت عارف لما أنت هتقوّل المنافس لأ لي ما لعبتش فقال لي بقى ظروف آه أوكي في النادي الأهلي قالوا لك مش هينفع إنت وعبدالله شخص شخص ماشي 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 بس في النادي الأهلي مش هينفع إنت وعبدالله تروحوا نادي بيرمت لأن ده هيقوّل نادي ما نفعش إنت وهو تلعبوا في نادي واحد حلو ده لعيب مثلاً؟ ولا مسؤول مسؤول فقال لك لا إنت موجود من مجلس مجلس قدارة؟ لا ولا جاهز فني يعني حد ماشي أوكي أنا هحترم ماشي أنا عرفت و لا وما روحتش بيرمت يعني ما روحتش ما روحتش بيرمت بسبب أن عبدالله رح بيرمت لا هو كان موجود أصلاً آه فاهم يعني هو كان موجود وتقال لي أن يعني لأ يعني عبدالله كان موجود في الأهلي؟ كان موجود في بيرمت فاهم أصلي؟ يعني هو كان موجود في بيرامنز وانت لما جاء لك ان بيرامنز عايزك ما وفقوش بسبب ان عبدالله وانت اقل لي كده معارش بسبب كده عنده حق سيد عنده حق لا لا دايب خلاص نفت نفت يعني الوقت وبقينا زماية للوقت سبحان الله احساسك بقى احساسي بقى امانة مبسوط مبسوط جدا اه انت بتتكلم خلي بالك على قيمة كبيرة بعيدا بقى ان هو دلوقتي هو دلوقتي زميلي والواحد يعني بيحترمه جدا بس بتتكلم على قيمة عبدالله صعيد قيمة كبيرة جدا لعيبة عنده خبرات كبيرة جدا احنا كلعيبة سنا اصغر فانت بتتعلم من من ناس كبيرة وعندهم شخصية بتتعلم منهم وبتاخد منهم الحاجات الايجابية ده المهم فانك تكون متواجد معاه في نفس للفريق دي بتعلم منك هيحصل اي بقى دلوقتي انت وعبدالله فريق واحد وفي الزمالك مش في اي فريق الزمالك صاحب الجمالية والشعبية بتعملوا ايه بقى والناس هتعمل ايه بقى احنا يعني لأ يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر نعمل حاجة تليق بنادي الزمالك وتليق باسم ندي الزمالك وتليق بالجمهور طبعا زي ما قولت حضراتك احنا جايين يعني نخدم المكان ونفرح الناس دي والناس دولة ما تتكلموا معنا أو تتكلموا معنا بشكل شخصي يعني الناس دي بيكون لك يعني بيكون لك كل الاحترام والتأدير فانت لازم تكون عند حسن ظنهم فبتمنى من ربنا ده إن شاء الله عادك كم سنة مع نادي زمانك؟ أربعة خلي بالك أنا مش متأكد لأنه زي ما قلت لك والله ما بصيت في العالم والله ما بصيت في العالم لأنه قد الحلال خلي بالك كلام غير ده هقول لك أطبع مش متأكد يا من الحلال هقول لك على حاجة اه احنا لما عدنا مع مع أول قاعدة مع كابتن أحمد سليمان انا مضيت ومشيت حل ومشيت ورقة ومشيت هقول لك ومشيت لزيت ورقة دمنيا كنت أنا وأحمد ديها مشيت والدنيا كانت فاضية انت عارف فبعد كده كلموني لما الموضوع خلص يعني قالوا لي انت نسيت تمدي في ورقتين كده ايه فقولت له مشي تمام رحت حد ينزل للعاد وماضيت ده انت مسلم لقيت لقيت قمضت كابتن حسين والعادة لسه ما فهوش ما تحطش في أي حاجة رحت الماضي واخد العربية ومشي انت بشيت معك أنا عايز ألعب الورق ده مش فرق معي خالص أنا عايز ألعب كرة في دنائج خلي بالك بس أنا عايز أقول لك على حاجة عشان ايه ما بقاش بقول الكلام ده اللي هو بقى ايه الجمول الاستهلاك لا واضح بيبقى لا لا هو ده اللي حصل لا بيبقى طب ما أنا قلتلك عشانا قلتلك انت نسيت تمدي على ورق ما أنا قيل لك وانا عارف المعلومة يعني فهم يعني مش بقول الكلام ده علشان بقى اكسب والجو ده خلي بالك عشان أنا برضو ايه يعني مانيش في القصة دي قوي ان انا اطلع بقى اقول ده انا ضحيت بمليار لا بعين برضو حصل حاجات من دي فهم يعني خلي بالك انا برضو في نادي فيوتشور سيبت سيبت فلوس فلوس كتير انت قلت لا كتير دي قفى من انها كتير اه كتير عشان تلعب زمالي علشان ألعب معه انت خلي بقى يعني عشان تمشي بقى فانت بيجيب لك ورقة عايز تمشي خلاص اكيد اه اه قتتنازل ماشى تنازل راح لماضي وماشى ده من آخر بقى انت مكبر دماغ خالص بقى قص انت بص يعني تبعي القضية لا اي كيان كبير انا عايز الزمالك زمالك بيب بيب زمالك خلاص لا اي كيان كبير واي منظومة كبيرة لازم يعني انت هيبقى ليك الشرف انك تبقى موجود فيها وانت مهما كنت نجم او مهما انت كنت لعيب عمرك ما تبقى اكبر من الناس دي فانت لازم تحترمه بس وجودك في الاهل ولعبك في الاهل وانت معك للاهل خلاك تقدم كل هذه التضحيات كعربون ود ومحبة وتقديم نفسك لجمعه النادي الزمالك يعني يعني طبعا يعني انت يعني عايز تعمل اي حاجة يعني مش عايز تعمل اي حاجة بص هو حب حب الناس ده كنز يعني كنت دايما نبي الله رحمه تفهمت سؤالي فهمت طبعا بس انا عايز اقولك على حاجة انا مش من اللعيبة اللي بطلع اغيص حد لا مش عايز لا انت عارف ايه يعني انت انت تعلم جيدا اللي بيلعب في نادي جماهيري بيعلم قيمة الاندية الجماهيري طبعا وبيعلم طبيعة الاندية الجماهيري على الاساس ده على الاساس ده انت عايز بقى انت بصوا جماعة انا اللي فات انا عملته وضحيت وجيت لحد عندكو وضربت الباب وعايزة بقى معاكو دي هاي صح صح عشان خلاص انت بتبدأ صفحة جديدة طبعا مع شريحة جديدة من الجماهير اللي انت طبعا كناصر ماهر عندك الوالد كان زمان عندك دوافع ممكن بتكون مستخبية محدش عرفة لكن الحمد لله انت قلتها لنا والدك والوالد ده بيبقى حاجة مؤثرة في الابن بشكل كبير جدا ربنا ارحمه ان انت عايز تقدم له حاجة عايز تعوض اللي فاتك قبل كده عايز تثبت نفسك لا انت معاك شوية تحديات حلوة اكيد وده من القرارات اللي انا خدتها ان انا اتحرك وابقى موجود في الناس الزمالك ان الدوافع مع انت يعني انا اكلم حضراتك مثلا وانا في فيوتشر مثلا احنا دوافعنا اول سنة وتاني سنة غير تالت سنة صح الدوافع اختلفت ادارة اختلفت وانفيدرالية والادارة اختلفت يعني احنا كان عندها دوافع فانت يعني مش عارف ايه اللي جاي كل يوم فيه جديد اه بس فيه حتة كده يعني عندي علشان انا كنت في نادي محترم وكنت في نادي جماهيري اه عندك حتة كده يعني فيه مثلا لما تيجي تلعب في الكونفيدرالية مثلا لما بتصعد في المجموعات بتصعد تلعب مجموعات فكنت بشوف حاجة مثلا انه ايه ناس مبسوطة قوي مستعني مش مبسوط عادي انت عايش تاخد بطولة اه يعني انت عايش تاخد بطولة انت وضع على اتراب على كده يعني اتراب في الاهلي بالزبط فانت مثلا ايه نوصل عاد نوصلة للكمفيدرالية مبسوطين حلو انت بالنسبة لك عادي اه انا بالنسبة لي مش يعني يعني عم وفي معادي اه وضاء طبيعي ايه فهم ففيه حاجات بقى يعني انت بتحب تلعب مثلا مطشات كبيرة مطشات كبيرة في مصر اهلي وزمالك صح صح انت الناس بتبقى عامل اه حاجات كتير كويسة قوي 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 طول المشهور في الدوري وفي الموسم لو عملت مطش قدامي للنادي الاهلي او النادي الزمالك فالموضوع مختلف دي حي اتزعلان ان انت مش هتشارك مع نادي الزمالك في الكونفيدرالية اه كان نفسي والله يعني انت عبدالله مش هتشاركوا مع نادي الزمالك كان نفسي كان نفسي بس احنا عشان انا شاركت مع فيوتشر اه فما ينفعش اللوايح يعني بتقول ان انا طيب مين اللي على تواصل معاك من لعبة النادي الاهلي اصدقائك يعني اللي على طول اللي على تواصل معاك من النادي الاهلي اه ولا واحد تقريبا اه اه عادي يعني والله ما عارف مش فاجئ لا منك ولا منهم ولا ايه لا 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 ممكن تكون زروف يعني مش بقول حق يا معسي انت لعبت في يعني ولا واحد اه عادي بقى يعني ممكن يكون زروف كل واحد يعني انا بخضعش به حاجة وحشة بصراحة ممكن تكون زروف وانا برضو ممكن يعني ظروفنا مش تعافل على نفسك موعد تمرين انا بطبيعة كده طبيعتك كده اه بطبيعة كده يعني التمرين والبتاعه والبيته بس يعني مش اكتر من كده في الزمالك يعني في الزمالك بس لها صحاب طبعا أكيد طب في الزمالك ليك أصدقاء في الزمالك يعني بنتكلم يعني مش مش صحاب بس أنا عشان كنت يعني أصلا أصلا معجب بالشيكبالة جدا شيكبال فكنا دايما على تواصل على الانستجرام فهو يعني هو عايز أوجله حاجة يعني شيكبالة من من عندك هنا إن هو أنا بشكره على كل كلمة اتقلت في حق إيه منه لإدارة النادي الزمالك لأنه هو لما أنا عرفت أن الناس كانوا يا طبعا بتسأل إيه رائق يعني تعرفش كبالة لعيب كبير طبعا إيه رائق إحنا نجيب نصر الماء فعرفت الكلام كويس كلام كويس جدا طبعا بشكره وأنت عرف يعني أنت دلوقتي في حاجة في النادي الزمالك مش موجودة عند ناس كتير فهي فيه فرق فيها نجوم بس ما فيش فريق عنده أساطير دلوقتي في مصر فيه فرق عندها نجوم ولعبة جمدة جدا بس ما فيش فريق عنده أساطير لكن الزمالك فيه أساطير دلوقتي يعني أنت بتتكلم على شكبالة مستور دلوقتي بتتكلم على عبدالله السعيد مستور بتتكلم على عبدالشافي نفس القصة زيزو برضو يعني لأ ده زيزو بص أنا بكلمك عن الناس دي كبيرة أيو أيو تتكلم بقى طب الأهل ما فيهوش أساطير لأ الأهل فين جوم عشان بس أفصل حد يش يفصل لا لا أقول له حضرك الأهل فين جوم ولعبة كبيرة جدا أنا بكلم أنه دول أصلا حتى يعني سنا كمان ما وصلوا لمرحلة كبيرة جدا يعني الأهل فين جوم كبيرة لكن الزمالك فيه أساطير طبعا انت بتتكلم على على اتنين يعني مثلا أنا فاكر يعني شكبالة وكان كابتن أبو تريكا اللي اتنين فتول في حتة كبيرة دي حاجة كويس طيب زعلان من حد في الأهلي قبل ما قفل صفحة النهاج الأهلي لا لا خبس من زعلان ولا توجه عتاب ولا 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 بس فالصلاة بس أنا تعلمت دايما صفحة وتقفلت وبحترم كل الناس في كل الفرق